أكدت وزيرة تعاون دولي رانيا المنشط ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس أن مصر تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لدفع العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لتحويل التعهدات إلى إجراءات وقعية للمضي قدما نحو الحفاظ على مكتسبات التنمية وأشرت الوزيرة إلى تعزيز العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة كافة لسد الفجوة التمويلية من خلال أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة وتنسيق الرؤى الدولية لتحقيق نمو شامل ومستدام وتعزيز الاهتمام الدولي بالجهود الأفريقية لتحقيق التحول الأخضر حيث تعد القارة من أقل المناطق مساهمة في الانبعاتات الدارة والأكثر تضرورا على مستوى العالم